هل يجوز ترك صلاة الجماعة في وقتها بسبب قضاء حاجة لأخي المسلم؟ يقول علماء الأصول الجمع مقدم على الترجيح فالأصل أن تجمع بين قضاء حاجة أخيك المسلم وبين أن تحافظ على صلاة الجمع الخطوة الثانية أنه إذا تعارض قضاء حاجة أخي المسلم مع صلاة الجماعة فأيضا هناك تفصيل هل إذا صليت الجماعة لم تقضى أم تأخرت؟ فإذا كان تأخر فاذهب إلى صلاة الجماعة إذا كان لن تقضى فعندها لأن أمشي في حاجة أخي حتى تقضى أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا وحقوق العباد قائمة على المشاححة وحقوق ربنا جل فيه وحقوق الله قائمة على المسامحة لذا أهل العلم يضربون مثالا على ذلك قال لو أن شخصا يصلي فرأى رجلا أعمى يوشك أن يقع في حفرة فله أن يقطع الصلاة حتى يمنع عنه السقوط والأذى وهذا حاجة الأخ هذا الذي هو متلهف لها وهي حاجة ملحة ليس أي حاجة أي كلام حاجة ملحة لا تقضى إلا بتأخرك عن صلاة الجماعة في بعض الظروف مثل الدوائر الحكومية أو مراجع هنا أو هناك فعندها تستدرك على نفسك وتعذر بترك الجماعة في المسجد لكن تحاول أن تصلي جماعة مع هذا الأخ الذي تقضي حاجته أو مع آخرين في أي مكان والله الموفق